أدتم الكاتحوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيا الله ثبت سندبنا الله ثبت كنت أتمنى في هذه الناس ونمتع محمد العروسي بذلك المستدرسي لتجمع تجمع نظر ومتنجة 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 ونظر ونظر أن تجمع أولاً لدينا سنناولاً لدينا أسهم ويستطيع أن أتخاذ أثناء من المثالات أن أثناء في سودان يشترك بفاياً لأن المثال في المثال في المثال على النهاية المثال لا يوجد المثال المثال في المثال ونحن نتعلم بمحمد العروسي 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 مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج السيادة معي أنا محمد العروسي على قناة فرايل ميديا كل اثنين نتطرق خلال البرنامج التفاصيل إلى أهم القضايا الإثيوبية والإقليلية والدولية سياسة واقتصادا وتاريخا وجغرافيا تابعونا وشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم حذر المنصات التالية أيضا سد النهضة هو ثمرة التطلعات الإثيوبية نحو مستقبل زاحر يحقق التنمية والازدهار والرخاء لإثيوبيا ولدول الجوار تم تشهيد سد النهضة ووضع حجر الأساس له والبدء في تشهيده بأموال الشعب الإثيوبي في الثاني من إبريل عام 2011 على نهر النيل الأزرق ويعد الهدف الأساسي من هذا المشروع تنمويا بالدرجة الأولى حيث أن أكثر من خمسين مليون نسمة من الشعب الإثيوبي يعيشون بلا طاقة كهربائية ويعتمدون في حياتهم اليومية على الطاقة البدائية كالاحتطاب والسواه ونظرا للحاجة الماسة إلى الطاقة اتجهت إثيوبيا إلى الاستفادة المشروعة من مواردها المائية إذ تنبع النسبة الكبرى والتي تقدر بخمسة وثمانيل في المئة من مياه النيل من إثيوبيا ورغم هذه الكميات الهائلة التي تنبع منها إلا أنها ظلت لعقود من الزمن محرومة من الاستفادة من هذه الموارد نظرا للأدوار الإقليمية التي لعبتها بعض دول الجوار سنتطرق في الحلقات القادمة إلى هذه الأدوار بتفاصيلها إلا أنه من الضرورة بمكان أن نلقي بظلال هذه الأزمة ونشأتها ليدرك المشاهد الكريم حقيقة ما يجري بشأن سد النهضة ولطالما كانت الحقائق بشأنه مغيبة تماما ويبدو أن القاهرة قد استغلت هذا الغياب الإثيوبي عن المشاهد الإعلامية في ترسيخ معتقداتها وإرادتها في أذهان المتابعين لتطورات الملف على كتب ودي تكبرات شوه واندم وچنا هتو شيء يا زيه يا واندمي محمد العروسي يمجمرو السيادة ويملئ لنا بميل رئيس يتجمرو بميديا لينو براي ميديا يميلو عند مالات ميديانو يا ميديا سراون بكتتها بدم كمجمرو بفيت يمجمرو بعرابي نياه قد دايلاي ويمك عرابي نياه قرابا تيازا كواندمي محمد العروسي يهنن پروغرام آيتانال سلازي پروغرامون مني مسلال ويمدغمون من دنو يا قات التوميلون اسكن نايدرس كذا فيت أندن اجر زيگاه للاچو الدالوهي انياه با ايتيوبيا درجا با ايتيوبيا درجا اند اند ازيه واندمي محمد العروسي هن پروغرام جمرا سنن يا بيچا نو مالاتا ادن لم يا ايتيوبيا تليفجن يارب نياه پروغرامو چالو تليلوچم ليلوچم اند مكاراو چالو ناگر جن اهن بتaleyك تيازنو كاباي قد دايقارا جن بتيازا بتاهم لب بتاستوبت بدن بتالف توبت بتاهم يا عرابو چون يا ميمة اتقن ويمداغモ كاراو چو غارا يميกدار الدر ويمداغمو كننسو غارا يا يميووداد دریخونا سراغن بزويلا اني اندا مسالي بعرابينا سد النهضة بيي تسفه بييوتيوب لاي يما یون نگرنو زيگاه ماسا الياتو سد النهضة مالات وس욱 والعرف derلغة الذي يخرب الهاش الآن من عرف وقت في عربية وغير الضبابات الصغة أومن Νيوتيوب و ينبول معينж امر، و ينبول م RDF ينبول عن طبيب التجاه و ينبول يعني في هذا البداية بما ثم الق علاق و يحصل ابر Benillah ان توقف لديها م tengoвиة في الخبرتان وكما أنك عادة معrarات محمد العروس الأول كما ي точة عشر ، حتى لا يوقف عن دعاب الس كم يسقط ليس ولديه مع ظهث يوتيوبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الكثير من الأبقال عندما قالوا البيض لا يعلنوك هؤلاء المنازل التي أجهزت تفحيتي لذلك نتحدث في هذا الميزة أحب أن يتم فعل أن أحبها لا يتم تحديث أحبها أعتقد أنوا بعمل عسكري لإقاف مل إسد النهضان هل ستقوم مصر وإن كبز في عباي قدائي لأي تولو واتدرون عزقاجتها للمكالك البكاتو ألات وإن تزقاجها لك يميل نور أسو إيه عند با عند بي بي سي يتزقاجها وانا بي بي سي عربي كلي يتزقاجها program اندازيو بكاتل الله چوب بمولو عمر عدي بي بالسوية اندازاو ليلو چوم ليلو چوم بمولو بات آم يتاوكعي وغنو تلال لك مننسو باعراب وعالم لأي يكن أيضا لأن الناس وي يتزقاجها لدي أيضا اليوم ليس للمما تلال لك بيتزقاجها لدي ايضا ويجب هنام لدري النصير إنه سبب يخبره بيساراة لملة الغبية لننظر إلى مجمع ولننظر إلى مجمع ظهور ما يتم بيساري والمحمد العروسي وفر أنصم مجمع للسجاري في المدرقة يتمونا الناس يوجد الوصول ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 خامساً نانسي قنقر 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 خامساً نانسي قنقر 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 نانسي قنر نانسي قنقر قنقر أماما أن يوم كيش في حالة التخطيطية قد لا ترك في الحاجة أماما أن يحصل على قيمة المحلي أنهم يدخلوا همهما لأي مزانا فقط لأنهم يدخلوا منه هناك إيجابيات ولكن أنا أتناول الشكل الغير إيجابي الذي لا يليق في البداية بالشعب المصري ولا يليق بالشعب الأثيوبي لأن هذين الشعبين تربطهما علاقة وثيقة عريقة وقديمة عليكم أن يحصل لهذا العربية الذي ي تكون م錢 يثق هأ ، criar أنحيا وطبيعة به Laاجية هنا خلاص بإقتر أما خلص ه up for media فهذا القوى. هناك حالك وتقدم يطوول أن يتعب بمشروض من المطفل الآن إذا كنت تحكي بنا باستكار هذه الناس التي تحكي بنا لا يجوز أن الفتنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي نائمة و لاعنة من أيقضها وأن فتناء الزمانية هو فتناء الزمانية بأي المحكة الناس لخدر.... ويران فريق .... أحيان ما تريد فتوه ان يأتي دخلها هنا لهذا السابق فنه سativo يوهد الملكتين محمد صلى الله عليه وسلم يالتين ملكتين تتستويه هنا الفتنتو نائمتون لعن الله من أي قضاها فتنة من الملكتين لأنه لأنهم مفتر في المعضن فتنة أو أن تتم 찢ت نحن لا نريد أن نعود إلى ذلك الخطاب الذي يشيطن أثيوبيا ولو أجندات خفية نحن ما يهمنا هو علاقة أخوية عريقة مع الشعب المصري مصالح مشتركة تربطنا ومستقبل واعد هذه هي الأساس التي تقوم التي هي قناعتنا وننطلب منها نحن لا تقوم بالإثيوبيا كما تقوم بتصوير تقوم من المصري وإنشاء المصري لا تقوم بالنسبة للإثيوبيا مع المصري ونحن في تلك المصري نفسنا سنة ودوحنا هنا كما أولا القضايا الداخلية لإثيوبيا بأسلوب يحث على الكراهية حسب ما يراه بعض المراقبين إنه لدينا وقت نفسنا من مجموعة ومن المتدام اللي هو مجتمع لأنه ليس لك في أثناء ونحن نتعلم بمطار الخرطوم مضحط طائره الميمون بمطار الخرطوم نعم دكتر عبي أحمد عورو بلا نحو بكرتم ميدالي عند الرفاة بزيه الأبيض وبأناقته الزاهدة نحن 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 التفائل شعبنا بمقدم رسول السلام فلنحن الزاهدة وهب النحن تستنتظر الوصول سلام عبي سوف تسلم الرئيس الوزراء اليوبيا آبي أحمد كم بعد تتأن تكون دكتر عبي أحمد لذلك فقط لن نتعلم أن نتوقع في فضلك ونحن نتوقع في تحقيق مجمع ونحن نتوقع في أكبر ونحن نتوقع فيه ونحن نتوقع في مجمع ونحن نتوقع في مجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ختاما فإن السيادة تقتضي أن تسعى الأمة لتجمع يجعل أرضها جنة من جنان الدنيا يجعل الرشام يجعلنا مالت يجعلنا مكبر ويجعلنا أنه علم ويجعلنا جنة فترة في جنة من أجل يجعلنا الدنيا وجنة مالتهم و لا تكتمل السيادة إلا بتأمين و حماية الأرض والشعب و أخبرنا الإنسان و أردت أن نعلم و يجعلنا أن تكون مهماً و يجعلنا طويل في أمان الله يقول يا الله أمان و سلام لن أنت يكون بلو سوف نقوم بكثير في مجمع المحمد العروسي في منطقة مدى العربي في أمان العربي هذا هو يعلم أنه يتعلم تحرير مدى العربي اشتركوا في القناة من الدميل ان اسمه تقدم كبير في الملفات الفانية لملء سد النهضة وتشغيله وأديس أوروات تدعو إلى تقاسم المسؤولية بين الدول الثلاث في مواطن وصل الأداول من قطع الثلاث في مواطن وصل الأشياء في مواطن وهو في شهل السؤال كان قوش بسبب awhileم ودعو ما نتحدث من الثلاث في مواطن كذلك عندما كل ما نتحدث من المتالي ايضا من المحمد العروسي لم يأتي لم تنقر وكذلك الناس عربية ويساعدوا ربما إستقام لهم سابقين وإستقاموا ومعادي ومعادي إستقاموا بإستقاموا والصدق ومعادي أمم اتعاموا لتحديث إثيوبيا يمكنك العديم لم يطلق يرجى البعض التي تشكلها كما كانت تجعلها وتفضل من المحلطات المخشفة وفي أن تشكل كثيراً فيها حولتك جزء ، في سودان وكثيراً يتوجد سوية ويصنع ، لا يجعلها ويجعلها طريقة Eagle وان يقرب هذه أية很رد وتجعل هذا القطاع وفي هذا الفيديو تقدم كبير في الملفات الفانية لملء سد النهضة وتشغيله وأديز أورا تدعو إلى تقاسم المسؤولية بين الدول الثلاث في مواسم الجفة تقدم كل هذه المسؤولية في مواسم الجفة والمسؤولية في المواسم الجفة تتواصر اليوم المفاوضاته بشأنه سد النهضة الأثيوبي بين وزراء الرئيق في سودان ومصر وأثيوبيا لحسم الخلافات المتبقية والتي هي في أغلبها قانونية ودعت أثيوبيا إلى ضرورة تقاسم المسؤولية بين دول ثلاث مواسم الجفة أم أستطيع أن تنضم رؤية المسؤولية بين دول ثلاث مواسم الجفة والمواسم الجفة والمواسم الجفة والمواسم الجفة والمواسم الجفة أعطينا الآن من أديس أبابا مراسل في جزيرة يسرى سيراج يسرى سيراج كأديس أبابا حسابالات هل يبدو أنها ستستمر اليوم أيضاً؟ يهب قبس سوداننا بإثيوبيا يقول لنا كركر أعوني ميكتلالب لشتحسبها لشوي يالتشاتنا عزيزتي رولا بداية أبدأ بنقاط الاتفاق فقط عزيزة لم يتكبر شهدين دمالتنا قد أولاي مجمرة بسم منتف اللي جمرت لالج ودسمين له كسم منتف نجمر القزي أحرزت مفاوضات اليوم في جوزرتها السادسة وانا تقدما كبيراً في الملفات الفنية المتعلقة يهب قد أسدقاء وقت مريضاً أجل يتكبر وشرات قم بمريضاً عندما ينتهي بأن يتكبر هناك ينتهي بأن يتكبر ، وكذلك يتكبر الوطفي فقط يتبع هنا تصفح عندما نتعرف عليه كثير من هناك الملء الأولي للسد والتشغيل أبزا هنيو عمولون سرعات بتا ملكتنا فني مالت بادك عليك كأسرارقة بتاها يقدبون ترات نزيون بكات ووهوني مياز ووهوني ميازي ووهوني ميازي وعلك سرعات بتا ملكتنا بادك عليك وعكاهير لاي بتا ملكتنا نبرا وييتوين نبراو هذا يعني أن إثيوبيا ستملأ السد في يوليو بأريحية مالت إثيوبيا بجولاي يالمنم تشعر وهون مملات تجمرة لك بدون أي توتر أو تصعيد بما أن يوم منتاع كبدية لنا على سفلاقي نقر سيفتر وهون مملات سراوان تجمرة لك وهو طبعا هذا الملء الأولي مهم جدا لإثيوبيا لتشغيل التوربينات لتشغيل التوربينات ستتمكن إثيوبيا من انجاز أو إكمال سد النهضة وقد كنتم ستتمكن من تجمرة ومسرات تجمرة ومسرات تجمرة وموتر تجمرة لا يمكن أن تجمرة ويوجد الدرسات في ملكتنا ويوجد الدرسات في ملكتنا ويوجد الدرسات في ملكتنا وطبعا إثيوبيا كانت قد أعلنت مرارا وتكرانا وفي كل بياناتها خاصة بيانها الأخير أن اتفاقية الملء الأولي والتشغيل واتفاقية تقاسم مياه النيل الأزرق آخر بل أمر آخر بتاتا مصر تريد أن تقحم قضية تقاسم النيل في إثيوبيا ودعان أخيرا إثيوبيا ويوجد الدرجة مع ملكتنا ويوجد الدرجة ويوجد الدرجة لأننا كانوا تستماريسون في ملكتنا ويوجد الدرجة والطبعات كتابة تحت موضوع على حضر بياناته في صلب الاتفاقية الخاصة بسد النعضة وهذا أمر مرفوض من إتفاقية بانتن بكل كبس عوش بكل يتنسى ينبروغن فاتس مو يالتسابيهونا سم سلا قدبو جراش عند عديس يماورات نقرنو يتنسى يدقمو لإيثيوبيا عندنا عقراموتن يفترن بادلكا قود دايلين دينا دقمو يمتاشت نقرنو يتعيهو يالك نو إيثيوبيا التي ظلت تؤكد أن اتفاقية لتقاسم مياه النيل اللي أود أن تتم تحت مضلت مبادرة دول حوض النيل وبحضور كافة دول حوض النيل الأحد عشر بإيثيوبيا بكل أهونم بادعام عساس سابينا بادعام واسان يهونو بوداي يه با قدبو زوري علي كمي وارا واريوج واسان يهونو تنا يقدبو وانا تتكعمينا يقدبو قارابة امن كيالاتشو وانا أسرحان دي ما يدرسوها كلهم بتقينيو باتتككلا يا عيونس منتا اندي درقت فتفلق عليك أشكرك جزيلا يسرا طبعا وقد شهدت الاجتماعات السابقة عزيزتي رولان نقاشات مستفيضة ومحتدمة حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه كما ركزت على الجوانب كما ركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف موسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد وموسم الجفاف المتعاقبة طويلة وكذلك طرق التشغيل الدائم ولانا نقوم بحاجة من المتعاقات بحاجة من المتعاقات والدراق أشكرك جزيرا لأن يسرا سراج مراسلات الجزيرة من أجل المترجم بان شبابي لا يشترك بشكلة التفاصيل من هرم الأعابل محمد العروسي هذا هو محمد ط gewoon تعاو 갖고 المذر وكان أصكدا محمد طه قرار إن شاء الله استتكلمه بشكل جيد ومن أن يتحدث في حدث كيف راح ترى وهذه هي أنظر أيضا من النشاب الأولي أن تكون أمثل في الهاتفين وجد أنظر كذلك كنت تكون من محمد عروسيمونا فهذا كان يسمى هذا الهاتف الذين يلقوا دون إضافة التي ترغبها عندما تكون تتصوّن إذا استرعت كتبئين، في وطنقائم، في أحد الأخير، في وطنقائم لربما يتعلق حلقة حلقة المهنة لكن لا يوجد محاصلة الشيخية التي يمكنها أن يكونزة الآن أن يكون وطاق großen على بقية حلقة الإسلامية يتعرض جميع التوليس على تقمير لكن لا يوجد محاصلة أماكن لن تريد أن يكونوا محاصلة يجب أن تكونوا محاصلة ترجمة نانسي قنقر